قعدت تحكي حكيات كده وهيفضل تلت الساعة نحن نكمل بقى في الطاقة عشان موضوعنا كبير النهارده لما ما فيش كبير ان اذا كان كده نكمل في الطاقة دي ونكمل في الحدوث الطاقة ونخلى الريب ونمهد للحرب الفضاء يعني هنعمل مدخل لان الموضوع برضو اللي احنا نتكلم عليه ده مهم جدا بس برضو قبل من الموضوع اللي هو احنا كلمنا على الشاكرز والامتصاصة للطاقة الكونية لازم برضو اذكر ان جسم الانسان عبارة عن دائرة كهربية دائرة كهربية دي دائرة كهربية كاملة وكل اللي بيحصل في جسمنا معتمد على الكهرباء التمينا وعشان كده احنا اتكلمنا المرة اللي فاتت مثلا عن هارب واستغلال موجات الكهرومغنطسية وكده لما المجناطك فيلد او المجناطك المغنطسية لما بتدخل بتقوم عاملة في الدائرة الداخلية حاجة اسمها ايدي كارنس او طيارات شاردة وهو ده اللي بيبهدل الدنيا هم بيبولها حسابات بقى معينة بس بصورة عامة جسم الانساني عبارة عن دائرة كهرباء مرة ان شاء الله هنشرحها ونشرح اعلاقتها بالمعابد المصريين ازاي الكاتب المعابد المصريين بتتبني على دائرة كهربية بتاعت الانسان وكي والكلام ده كان ليه بس النقطة اللي انا عايز اقولها ليه انا بذكر ان دائرة كهربية بتاعت الانسان عشان اسكر لهم ان الارض حصل خلل في المجال المغنطيسي بتاعها من الاف السنين وصل لفوق 80% دلوقتي من الخلل بتاع المجال المغنطيسي بتاعها ده مأثر الانسان تأثير جامد جدا ومأثر على وعيه ومأثر على الدين ايه بتاعه اضافة بقى للحاجات التانية اضافة ان احنا دلوقتي عاشيين مثلا في جوة حوالينا مليان من بنستخدم موبايل بنستخدم على طول فاتحين تلفزيون كل الحاجات دي بتعمل كم من المجالات كل دي مأثروا على الانسان تأثير جامد جدا ان شاء الله يعني هو مرتبط بموضوعنا عشان كده انا بذكره اوكي نبتدي بقى ايه عشان ندخل عشان الوقت بس نلحقه كلمت على الطاقة ليه وكلمت على اللي هو ترسيخ الطاقة السلبية ترسيخ الطاقة السلبية ده زي ما قولنا مهم لقدوم انواع من الكائنات محددة قبل ان ندخل في الكائنات دي كان في ترسيخ الطاقة السلبية انه حيودي بحادات بأسلحته كتير حيودي طاقات سلبية يعني حيصنع طاقة السلبية هو دلوقتي احنا في منظومة الحالية بنرسيخ الطاقة السلبية نقول بيترسيخ لها ازاي اه اوكي وليه ازاي الاول اه لكن عشان نعرف مثلا يعني بتاخد كذا شكل من احد هذه الاشكال مثلا الابراج اللي هي ابراج اللي هي شهيقة جدا اللي بقالها فترة بتتعمل وبتعمل في اماكن محددة اماكن محددة اللي بتتعمل فيها الابراج دي اماكن اسمها الفورتكس بوينت او تقاطع خطوط الرعي ايه هي خطوط الرعي رعي اه خطوط الرعي او اللي لينس يسمى اللي لينس يسمى بالعربي خطوط الرعي ده هيدخلنا في حاجة مهمة جدا لو كان فيه اخ فاضل سأل عليها المار فاتوا ما كنتش سام عين بس شفتها في الاعادة لما سأل يعني ايه عين والناس فاكرة ان العين دي هي عين خورس وان هي دينة موجودة في المسونية اه وان هي عين الدجال وان هي العين اصلا ده من ضمن الحاجات اللي هي سرقت ان الدجال والمنظومة الشيطانية بتسرق الحاجات الالهية بتسرق اساس الحاجات الالهية بتنسبها لنفسها وانتكلم في المواضيع دي برضو كتير ان شاء الله ما يكون عندنا وقت من ضمن الحاجات برضو اه يعني ايه العين دي العين دي بداية الدخول لحاجة اسمها الساكر جيومتري او الجيومتريات المقدسة ان ربنا سبحانه تعالى يعني فيه حاجة مهمة جدا دي لازم ننتبه لها ربنا سبحانه تعالى عمل له اكواد وشفارات في الخلق كله ولو حاجة اسمها الماتريكس او الماتريسيز ماتريسيز جمع مصفوفات ماتريكس يعني مصفوف ربنا سبحانه تعالى له اكواد ولو شفارات خاصة به في خلقه كله وده سبحانه الله دي اسمها بصمات الاله بصمات الاله دي عشان كده ربنا سبحانه تعالى لما قال انه ما يخشى الله من عباده العلماء ان العلماء هم الاكثر خشية لله لانك انت كلما تدرك في العلم هتوصل للحفة اللي هو هتفتن فيها لاما تضل كل من حولك لاما تتأكد تمام اليقين من هذا ووراء هذا الكون اله واحد لانه وضع بصمات واحدة في جميع خلقه من اهم عزيل بصمات الخاصة بالخالق حاجة اسمها الجولدن ريشو او النسبة الزهبية او النسبة الالهية او بتسمى برضو بفابيوناتشي ريشو اللي هي نسبة فابيوناتشي دي حاجة عبارة عن متولية عددية او احنا بنسميه الناتج بتاعه مختصر فاي هي 1.6 حاجة كده المتولية دي كل خلق الله كل خلق الله يعني كل خلق الله تابع للنسبة ديت وكل اعمال الانسان يعني كل خلق الله هتبصت لقي ان داخل الظهرة تابع للنسبة ديت الانسان تشكيله ابعاد الدرع حتى الدين ايه بتاعه حتى من صغيره لكبيره تابع لهذه النسبة الزهبية دي ممكن طبعا لو الناس عايز تعرفه ممكن نفتح لها مجلة اننا عليها فيديوهات كتير جدا يعني ممكن نجيب الصورة مثلا بتاعت النسبة الزهبية معانا هنا لان ايه انا عصدي بقى النسبة الزهبية دي متكررة من اصغر حاجة اكبر حاجة وكل ما يتبع الفطرة السليمة حتى الهرم مبني على نسبة فاي او نسبة زهبية قدومة المصرين كانوا عارفين النسبة الزهبية كل تمثيلهم تابع للنسبة الزهبية على فكرة وعلى فكرة نحة الحاجات اللي بيفرروا بيها المزور من الحي في الفرعونيات ان هو تابع للنسبة دي ولا لا كل ما هو فطري في الكون حتى مجتمع النحل حتى حركة الكئينة حتى كل حاجة تبع للنسبة الزهبية من ضمن شفارات الخالق يعني في حركة القاقع داخل الزهرة أبعاد الإنسان كلها تبع للنسبة الزهبية الأرض نفسها تبع لله هي فاي فاي دي ممكن نفتح فيها موضوع كبير جدا لان دي حاجة عجيبة جدا إن هي شفرة ثابتة كود ثابت في جميع خلق الله حتى الأبعاد بتاعت الإنسان عشان تبقى فطرية كذا النجمة اللي هي الخمسية تبع الفاي كل الحاجات الفطرية تبع الفاي من أحد الحاجات اللي هي الأساسية اللي هي شفارات الخالق المصفوفة المصفوفات اللي هي وحدها على الأرض مصفوفة دي عبارة إيه يعني ممكن برضو أستأذن في صورة اللي هي بتاعت خطوط الرأي خطوط الرأي دي عبارة عن إيه خطوط هي مصفوفة معمولة على كوكب الأرض لفة كوكب الأرض هي اللي فيها الخطوط الأسية بتاعت الطاقة العظيمة جداً اللي عاملة توازن على الأرض الطاقة المغنصية العظيمة جداً فيه صورة تانية أيوة يعني دي جاء بصورة كده مثلثات عاملة الخطوط الأسية بتاعت الطاقة على الأرض النقط اللي هي بين طبعاً فيه خطوط أسية وخطوط بقى متشعبة النقط المنورة دي النقط دي بقى النقط دي عبارة عن بقر طاقة جداً إن اسمها الفورتكس بوينت أو النقاط الدوامية في الأرض فزي ما قلنا إن خطوط الرعي فيه خطوط أسية وفيه خطوط فرعية لكن خطوط الأسية دي شكلها وممكن تبسط كمان على إيه هي جاءت منها بقى إيه البانتو جرام أو النجمة السوداسية النجمة السوداسية كانت معبرة عن فلاور أوف لايف أو اللي هي بتسمى الجريد بتاعت الأرض وهي برضو من هي لا نجمة داود ولا نجمة تاع ولا نجمة الشياطين والشيطان خدها أصلاً وهي كانت نجمة إلهية اللي هي بتعبر يعني دايماً إيه إحنا ليه دايماً مثلاً منشوف الأيكونات القديمة بيبقوا عاملين إيه كده المثلث لما بيبقى مقلوب طبعاً المثلثات دي يعني اتسرعت على مدى التاريخ إن هي الزكر والأنسة والمش عارفة إيه وتحط لها تعبير وسانية كتير بس هي أصلاً أصلاً في الأساس حاجة إلهية المثلث بيبقى كده بيعبر أو لما بتعمل كده بالإيد اللي هو بيعبر عن الاتصال الخلق بالخلق الخلق بالخلق والعكس صحيح لما بيبقى المثلث اللي هو المقلوب دوت فاتصال الخلق بالخلق أو اللي هو كان عبر عنه سيدنا إدريس عليه السلام لما قال اللي هو من الخلق للخلق ومن الخلق للخلق فهي دي البنتو جروم هي دي النجمة السوداسية في الأساس هي معلوة مسلثين مقلوبين اللي هي من الخلق للخلق ومن الخلق للخلق دي من الحاجات القديمة جداً المهمة بقى احنا ليه دخلنا في نسبة فابوناتشي أو النسبة الزهبية إن أصل العين ديت أصل العين كانت معبرة عن بصمة الإله يعني العين كانت عنده قدماء المصريين منذ القدمة قدماء المصريين طبعاً حضارة مش سبعة تلاف سنة ده تعود أقسى من عشر تلاف سنة وهنسبة الكلام ده إن شاء الله إن أصل العين دي كانت معبرة عن بصمة الإله وعن السكر ديومتري بتاع الإله دي تسرقت تسرقت فترة أن هي تبقى حورس وتعامل بها أخويت حورس وأن الكلام على أخويت حورس دي نعم من أحد الأخوات المسونية وعلى فكرة الفرعنا كانوا مسلمين مرت بيهم فترات دلالة بتاعها هنسبة الكلام ده والصلاوات بتاعتهم وتوحيد الإله وقبل فترة أخناتهم بكتير جدا فرعنا كانوا مسلمين وإدريس فيه كثير من الدلال إن هو سيدنا إدريس وهم ما أعلن أنا أكلم عن العين إن هي تعبر عن سكر ديومتري ودي من الأحد الرموز اللي تسرقت لا هي كان مهتم بها موضوع اللي هو عين الدجل لأن إحنا لو رجعنا لأحاديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم هنلاقي في الأحاديث صحيحة وبعضها بتذكر إن عينه اليوم هي العوراء وبعضها بيذكر إن عينه اليسر هي العوراء لكن في مجملها لما بيقولوا العين الأخرى كأنها كوكب دورية هنفهم إن هو بمفهوم عصرنا الحالي إن هو مركب عينين صنعية ولو أسلوب معين في الإبصار عكس بقى ما كان بداية لما هنتبع لبداية خلقه إن هو كان عينه عورة والعينه الثانية عليها ظلفة كبيرة دي ما وصفه في أحاديث الرسول الله المهم إن هو مركب عينين صنعية مرة هنذكرها بالتأويل الحديث لأحاديث الرسول الله اشتركوا في القناة